حرب الحجاب إنهم يستهدفون الإسلام وفشلت مؤامرة تفكيك إيران هل يوطد العراق علاقاته مع دول الخليج العربية؟ ابقوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي في الحلقة الماضية من برنامج خارج الحدود تحدثت عن إيران وطرحت هذا السؤال ماذا يحدث في إيران ثورة شعب أم مؤامرة على الإسلام ووعدتكم بأن أحد أتحدث عن هذا الموضوع تفصيلا فيما يتعلق بقضية المؤامرة على الإسلام هذه لا يوجد فيها شك على الإطلاق لأنهم عندما جاءوا بمبرر قضية محسى أميني وبعد ذلك تطور الأمر وخرجت مظاهرات تطالبوا بإلغاء فريضة الحجاب وسميت بمظاهرات الحجاب كشفوا عن وجههم القبيح أولئك الذين يتآمرون على الإسلام أنا لا أقصد الشعب الإيراني بل حتى لا أقصد أولئك المخدوعين والمخدوعات في داخل الجمهورية الإسلامية من الذين ينخدعون بوسائل الإعلام وبهذه الحرب الناعمة القوية التي تستهدفهم وتحديدا من الخارج من قنوات معينة هذه القنوات تتحدث بلغات يفهمها الشارع الإيراني وخصوصا اللغة الفارسية بالإضافة إلى لغات أخرى كلها تحاول أن تشكك بالمفاهيم المفاهيم الإسلامية ركزوا على الحجاب وقلت لكم سابقا بحسب معاهد أمريكية معاهد تفكير أمريكية دربوا بعض الشخصيات من النساء تحديدا لكي يقوموا بهذه المهمة هذه المعاهد تركز على أن الحجاب هو الركن الأساس في الجمهورية الإسلامية وطبعا الركن الأساس أيضا لباقي المسلمين إذا تم استهدافه وإذا انهار الحجاب انهار النظام في الجمهورية الإسلامية هذه قراءة لمعاهد التفكير في الولايات المتحدة الأمريكية يجري تطبيقها على نطاق واسع في داخل الجمهورية الإسلامية لكن المؤلم جدا أنا لاحظت أنه نحن أيضا في العراق بدأنا نعاني بشكل واضح ولافت من تداعيات هذه الحرب الناعمة على الحجاب على القيم طبعا ليس جديدا هذا الأمر بس عندما حصلت قضية ما سمي بانتفاضة وثورة الحجاب في إيران لاحظنا في العراق هناك انعكاسات وتداعيات غير مألوفة وغير طبيعية ما يعني أن هناك يد خفية هي التي تعمل وتنظم وتشتغل على هذا النهج مثلا في بعض المدارس لاحظنا مدارس التي فيها مدارس البنات خصوصا المتوسطة يعني البنات بدأنا الآن يكبرنا هناك حتى توزع ويتم بيع وطبعا كثير منها مجاني كارتات وشعارات فيها خصلات من شعر المرأة نفس الأمر الذي حصل في الجمهورية الإسلامية وفي خارج الجمهورية الإسلامية في الدول الأوروبية التي دعمت ما سمي بثورة الحجاب حتى في الكيان الصهيوني لاحظنا أيضا أن هناك صور لنساء قصة شعرهم وبعض الأعلام ترفع بعض الشعارات ترفع عليها خصلات شعر هذه الآن أخذوا يروجونها في العراق هذا أمر خطير هذا يعني أنهم بالفعل إنما يستهدفون الحجاب لأنهم يستهدفون الإسلام وهذا الأمر ليس جديدا هذا الأمر قديم يعني بدأ بشكل واضح مع نهايات القرن التاسع عشر مع بدايات انهيار الخلافة العثمانية ولو تشوفون أصلا شنون انهارت الخلافة العثمانية انهارت الخلافة العثمانية عن طريق نشر الإفساد وعن طريق هذا الموضوع تحديدا موضوع المرأة التركيز على المرأة بس في نهاية القرن التاسع عشر لاحظنا ومثلا في مصر ودول عربية أخرى تم التركيز على قضية الحجاب وعلى قضية السفور حتى أن مسؤولين غربيين وبريطانيين بشكل خاص كانوا عندما يتحدثون عن قضية المرأة والحجاب قالوا لن يستقيم حال الشرق الإسلامي ما لم يرفع الحجاب عن وجه المرأة ويغطى به القرآن هذا الكلام قاله وزير خارجية بريطانيا السابق أو الأسبق غلادستون وأيضا أضاف أن التأثير الغربي الذي يظهر أو يظهر في كل المجالات ويقلب رأسا على عقب المجتمع الإسلامي التأثير الغربي لا يبدو في جلاء أفضل مما يبدو في تحرير المرأة تحرير المرأة من من؟ تحرير المرأة من قيمها تحرير المرأة من الحجاب أولا هل نريد أن نتحدث عن موضوع الحجاب وهناك أيضا شبغة يراد تسويقها وهذه ليست جديدة قديمة أيضا في قضية والله أن الحجاب ليس فرض عين أو أن هذا الحجاب قد فرض فقط على نساء النبي مثلا هكذا شبغات تثار نلاحظ لا لا هذا الأمر فيه الكثير من التسويف وحتى هناك مع كل الأسف ضعف في الأداء الإسلامي لدى الدعاة لدى المبلغين لدى المسلمين أنفسهم نحن كلنا مسؤولون عن هذا الموضوع كلنا مسؤولون في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من نجي نشوف آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن الحجاب نجد أنها قطعية الثبوت وقطعية الدلالة هس هذا من المعروف تعرفون كل زين شنو معنى قطعية الثبوت لأن هذا القرآن بنصوصه بآياته الكريمة تواترت بما لا يقبل الشك أن هذا القرآن هو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي نقله عن الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي أما قطعية الدلالة تعرفون بعض الآيات في القرآن الكريم والكثير وليس البعض من هذه الآيات هي ظنية الدلالة لكي يبقى القرآن صالحا لكل عصر ولكل زمان وهذه معجزة القرآن الكريم أنه يطبق في كل زمان وفي كل مكان من خلال التفسير والقراءات المختلفة في قضية الظنية الظنية آيات مثلا ممكن أن يختلف المفسرون حولها مثل آية الوضوء على سبيل المثال أما آيات قطعية الدلالة مثل قل هو الله أحد خلاص الله أحد ما بيتفسير الله ثنية له ثلاثة له أربعة له خمسة آيات الحجاب هي قطعية الدلالة دلالتها واضحة تشمل كل المسلمات وليس فقط نساء النبي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النور وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا يفصل القرآن الكريم أولئك المسموح بإبداء الزينة لهم هذا قطعية واضحة وصريحة هسا نجي مثلا نفسر شنو الخمور وشنو الجيوب هنا أنا أصلا حتى ما في مجال لكي تختلف حوله هذا أنا إن شاء الله إن شاء الله سأحدثكم عنه دائما دائما نستشهد بآيات وبأحاديث وأيضا حتى بلغة العرب بالشعر العربي القديم وكيف أن موضوع الحجاب هو موضوع قديم متأصل لدى العرب في الجاهلية وحتى لدى بقية الشرائع السماوية اليهودية الزاردشتية المسيحية أو النصرانية في آية أخرى من سورة الأحزاب آية محكمة واضحة ليس فيها مجال التفسير والتأويل قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك السهلانة من يقولون النساء النبي هذا أني نساء النبي وبنات النبي ونساء المؤمنين إذن هو فرض عين على نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيم بعد ما يكو داعي لهذا التفصيل وما يكو داعي لهذا النقاش أن ما يحصل هو مؤامرة كبيرة على الإسلام ومؤامرة كبيرة على كل من يرفع لواء الإسلام وشعار الإسلام أنتوا شوفوا يعني حتى على صعيد السنة النبوية المطغرة أو حتى على صعيد التطبيقات الفردية للمرأة المسلمة المرأة المسلمة تصلي بدون حجاب طبعا لا زين شوفوا المسيحية ليش الراهبات يلبسنا الحجاب شنو معناها شوفوا حتى أصلا النقاب اليهوديات كانت يلبسنا ولا يزال لا يتزال النساء اليهوديات في فلسطين المحتلة وغيره هنا والله أنا هنا في بريطانيا شفت نساء يهوديات يلبسنا الحجاب والنقاب هذا الموضوع ما في شك بأن الدين هو المستهدف القيم هي المستهدف أحبائي فبناتنا أخواتنا أمهاتنا أخواننا في العراق يا أخوان في وزارة التربية أيها السيد العزيز يا محمد شاع السوداني يا أيها العزيز مسنا وأغل نظر تعال شوفوا الطلايب في المدارس اللي جاي تصير حتى هناك صور للمثلية شعارات للمثلية تم ترويجها بشكل وبأشكال مختلفة وقلت لكم هذه القضية والله شلو باجات يحطن على صدورهن لخصلات من الشعر على أساس والله أنه يؤيدن ما يجري في إيران هم يؤيدونه هذه السياسة التي يراد لها أن تروج وهي سياسة العري مع كل الأسف ولنا حديث آخر حول هذا الموضوع إن شاء الله في القريب العاجل في الحلقات القادمة ولكن ابقوا معنا وفشلت مؤامرة تفكيك إيران أحبائي عندما تتفكك إيران والعياذ بالله سيتفكك العراق ستتفكك المنطقة بأسرها من أقول وفشلت مؤامرة تفكيك إيران لأنه الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول الغربية التي تقف حتى هذه اللحظة إلى ما يسمى بالاضطرابات أو الاعتراضات أو المظاهرات في إيران وأذكركم أنها كلها تقريبا ليلية من أقول ليلية يعني لأنه في الليل يتسترون بالظلام ويروحون يشنون عمليات إرهابية يستخدمون السلاح سلاح سلاح كلاشينكوف، قنابل وقنابل مولوتوف وقنابل يدوية والكثير من هذه الأعمال الأرهابية التي مورست سابقا في العراق ومورست في سوريا ومورست في دول ما يسمى بالربيع العربي الأخرى يتم استخدامها في إيران من أقول فشلت المؤامرة لأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن الآن ترسل رسائل إلى الجمهورية الإسلامية عبر وسطها لاحظتم قبل أيام ذهب وزير خارجية سلطنة عمان زار طهران قبل ذلك كان قد زار الولايات المتحدة واشنطن التقى بوزير الخارجية الأمريكي بلينكون وبلينكون تحدث علنا يعني قال بأنه نحن يهمنا جدا أن يتم تمديد الهدنة في اليمن وأن تكون لدينا علاقة مع الجمهورية الإسلامية مع إيران فيما يتعلق بموضوع الاتفاق النووي ومحاولة العودة إلى الاتفاق النووي طبعا هم في نفس الوقت اللي يبعثون هذه الرسائل هل يعني أنهم اترفوا علنا بأن مؤامرتهم في إيران فيما يتعلق بدعم الاضطرابات وما سماها بايدن يعني الرغبة في تحرير إيران وبعدين يتراجع وانا فشلت فشلت لكن في نفس الوقت هم يستخدمون سياسة ما يسمى بالضغط الأقصى في نفس الوقت اللي هم الآن يبدون رسائل يبدون إيديهم ويريدون من إيران أن ترجع معهم إلى مفاوضات فينة للعودة إلى الاتفاق النووي هم يستخدمون العقوبات مرة أخرى وفي نفس الوقت أيضا بحجة أنهم يدعمون المعترضين في الجمهورية الإسلامية وفي نفس الوقت أيضا يستضيفون شخصيات تعتبر نفسها معارضة لإيران لكن تم تدريبها بلقة داخل مراكز الأبحاث وفي المراكز الاستخدارية الأمريكية والتي تدعو علنا لضرب إيران يعني إحدى المعارضات اللي سموهم معارضة إيرانية موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وتلتقي علنا ما هذا شيء يعني ما كبريه كبريه حتى مع كل الأسف حتى وسائل الإعلام الإيرانية يعني في الجمهورية الإسلامية ينقلون على أساس يعني يريدون يردون عليها شنو هذه هذول يكونهم أدوات أدوات اليوم يستخدموهم هنا ويستخدمونا وباشر يكبوهم بالزبالة هذه تدعو علنا كما فعلت مذيعة في قناة بي بي سي الفارسي لضرب إيران لضرب إيران هذه قبل يومين قالت طالبت الناتو بضرب إيران عسكريا وهو ذي كمذيعة قناة بي بي سي بالفارسي هم تدعو تقول هذه العقوبات على إيران لا تكفي يجب استخدام القوة العسكرية لتغيير النظام نظام الجمهورية الإسلامية أقول مع كل ذلك هذا كل مع كل ذلك الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بفشلها في موضوع تفكيك إيران لأن الجمهورية الإسلامية أظهرت لهم العين الحمراء بالرغم من أن الجمهورية الإسلامية يعني النظام متهم من قبل أنصاره في داخل الجمهورية الإسلامية بأنه يعني كثير صبر طويل بالفارس يقولون مماشات هي أيضا بالعربي تعطي نفس المعنى أو ممكن يتعبر عنها بالاسترضاء يعني يقول شنو أنتو جايين ادارون هؤلاء المعترضين الذين يستخدمون العنفة والإرهاب ويقتلون في عناصر البسيج يستهدفون قوات الأمن التي تحافظ على الأمن مع كل ذلك أقول مع كل ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية بعدما رأت العين الحمراء وخاصة العين الحمراء جاءت من منشأة فوردو منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم رأسا الإيرانيين بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقرار السياسي وهذا ما يراد لتفسير استخدمواه بالعراق الوكالة الذرية للطاقة الذرية الوكالة الدولية هي تستخدم أداة حرب سياسية في العراق في ليبيا في سوريا في كل مكان حتى ضد كوريا الشمالية لكن كوريا الشمالية أنهت الموضوع بألفين وثلاثة وتوصلت إلى إنتاج السلاح النووي بعد هذا القرار سيء الإيرانيين مباشرة أعلنوا عن تخصيب اليورانيوم في منشأة واحدة هي منشأة فوردو وبنسبة ستين بالمئة وقالوا لدينا القدرة على أن يعني نخصب إلى درجة تسعين وتسعين يعني يا موذانا تقريب من إنتاج السلاح النووي هذا الأمر يخيفهم بس هم يرتكبون الأخطاء يعني هم يعرفون جيدا أن الاتفاق النووي هذا الاتفاق به الضمانات تمنع إيران من أن تكون صاحبة سلاح نووي بالرغم من أن هذا حقه لأن الدول التي تفاوضها كما قلت لكم وكما تعرفون كلها تمتلك أسلحة النووي أولا إيران موقعة على معاهدة الحد من الانتشار النووي والكيان الصهيوني لم يوقع وما أحد يقول على عينك حاجب ثانيا إيران قبلت بتطبيق البروتوكول الإضافي الذي يضمن تفتيشا مباغة للمنشآت النووية الإيرانية ثلاثة هو في نفس الاتفاق أكو بعض المفردات في قضية مثلا تحوير مفاعل أراك للماء الثقيل وغيرها من المفردات الأخرى موضوع أجهزة الطارد المركزي هذا أيضا تضمن أن إيران لا تنتج سلاحا نوويا أربعة هناك فتوى من السيد القائد آية الله العظمى السيد علي خامنئي تحرم إنتاج وحيازة سلاح نووي لكن الغرب عليه أن يفهم أيضا أن هذه الفتوى هي فتوى متحركة يعني وهذه ذكرت لكم في المحور الأول حركية الإسلام حركية القرآن نصوص قابلة للتأويل لكي الإسلام يكون دائما متجدد يناسب كل عصر وفي كل مصر الفتوى أيضا لأنها مستنبطة كما تعرفون من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الشريفة التي هي قول وفعل وتقرير المعصوم عليه السلام بالإضافة طبعا إلى مصادر التشريع الأخرى أيضا هي تتحرك بمساحة كبيرة من الإمكانية التغيير اليوم ما تجد أنه في هذه المسائل طبعا هذا الحكم ممكن بكرة يتغير ممكن يتغير من يشوف لأن مصلحة حفظ النظام مصلحة أساسية حفظ النظام يقول الإمام الخميني من أوجب الواجبات في قضية نعود في قضية تفكيك إيران في قضية تفكيك إيران إيران طالبت الدول التي تتدخل في شؤونها الداخلية والتي تأوي جماعات إرهابية وجماعات تدعو علنا إلى تفكيك إيران وإلى تكوين دولات طالبتها بأن تكون حازمة في موضوع منع هؤلاء من استخدام السلاح ومن أن يتحولوا إلى بؤر ومنصات لمهاجمة إيران وإيران أيضا قالت لهم بأن النموذج التركي كما هو موجود في العراق ممكن أيضا يتكرر بالنسبة للحالة الإيرانية فليش يعني تجعلوننا نضطر إلى اتباع هذا النموذج وهو حق المشروع لكل دولة بحسب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لرد العدوان بالإضافة إلى أن إيران صديقة للعراق وإيران جارة للعراق وهناك جوار قديم استحقاقات الجغرافية استحقاقات التأريخ توجب على العراق أن يتعامل مع هذه القضية بحذر شديد حفاظا على وحدة العراق وسيادته على أراضيه وحفاظا على هذا العراق الذي يضم هذا الفسيفساء الجميل من القوميات والعرقيات المختلفة لأن تقسيم إيران تفكيك إيران هو تفكيك العراق وتقسيم العراق وتقسيم الدول الأخرى وتركيا تعرف ذلك جيدا وحتى المملكة العربية السعودية ولنا حول هذا الموضوع أيضا حديث آخر بس أشير أشير إلى قضية قبل أن أختم إلى أنه ستة وسبعين موقعا مسلحا يعملوا على زعزعة الأمن والاستقرار في العراق تم إنشاءها خلال أو تفعيلها خلال الثمان أسابيع الماضية في داخل كردستان العراق زين مو هذا حق الجار على الجار لو هل هذا جزاء الإحسان بالإحسان وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وإيران وقفت إلى جانب العراق إيران وقفت إلى جانب كردستان تحديدا وقالها السيد الأستاذ مسعود البارزاني في موضوع الحاج قاسم سليماني وكيف كادت أن تسقط أربيل الجميلة عاصمة الإقليم لشعبنا الكردي العظيم كادت أن تسقط لو لا الدعم الإيراني المباشر والإيرانيون لا يمنون لكن أحنا علينا واجب الوفاء أن نكون أوفياء ونستقبل اليد التي مدت لنا بحرارة وبحب دون أن نستعدي الآخرين ودون والكارثة إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بحجر مو إحنا مشكلة إحنا عندنا الأمن يواجه مشكلة إحنا عندنا داعش قاعد يكبرون بيها يوميا ويحركوا بيها منا ومنا ويتشوفون العمليات التي ترتكبها يرتكبوا هذا التنظيم الأرهابي مهم ما يشعر نحتاج أخواننا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض تبقوا معنا هل يوطد العراق وعلاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي بالتأكيد هذا هو المفروض وهذا هو المطلوب وطبعا يجب أن نشير أيضا إلى مقولة أنا لا أؤمن بها وأنتم أيضا لا تؤمنون بها والله يقولون يجب أن يعود العراق إلى ممارسة دوره السابق هو شنو دور العراق السابق في عهد النظام صدام طبعا دائما يقولون والله علينا أن نستعيد العراق دوره في المعادلات الإقليمية والدولية هو شوي ألقوا نظرة بسيطة أذكر الشعب بما يقوم بما كان يقوم به النظام السابق ماذا كان يفعل في موضوع العلاقات الإقليمية والدولية شو أول ما دشن الحرب وهي إيران بعدين احتل لكويت وراد يوصل إلى كل دول مجلس التعاون الخليجي ويبتلعها صدام أول ما أول ما شطاح نطاح أول ما صار رئيس للجمهورية وقبلها كانت العلاقات أيضا يعني بها نوع من التوتر والفوقية وشفتوا الجرائم التي ارتكبها نظام صدام مع منظمات فلسطينية معروفة لا والله يستطيعون مثلا يذكروك بالثلاثة وتسعة وتلاثين صاروخ القاهن صدام على أتل أبيب بينما صدام مزق القضية الفلسطينية صدام دمر القضية الفلسطينية لو نتحدث فقط عن جرائم حزب البعث في اختيال شخصيات فلسطينية هذه رادبنا حلقات كثيرة حلقات كثيرة لازم نتحدث ونجيب بالأرقام وبالأسماء وحتى بالتواريخ كيف كان هذا النظام يقوم بعمليات إجرامية اختيالات شراء ذمم لفلسطينيين وهؤلاء الفلسطينيين يقومون باختيال قادر في ملظمة التحرير الفلسطينية وتحديدا في حركة فتح وباقي الملظمات الفلسطينية أيضا عندما أسس نظامه صدام جبهة ما سميت بجبهة التحرير العربي وكانت فتح موجودة وكانت ملظمة التحرير الفلسطينية موجودة ليش تجي وتأسس أنت ملظمة الحالك وبعدين تستخدمها أداة لشق الصف الفلسطيني يعني يكون لدينا من العبث أن نحلل ونفتش خل بالفعل صدام حسين كان يتحرك من أجل فلسطين هل ما كان يقولهم ميشيل عفلاق في أدبياته الموجودة في سبيل البعث روحوا أقرؤوها مثلا فلسطين طريق الوحدة والوحدة طريق فلسطين شعار جميل يستهو الشباب وربما خدع الكثير من الذين انتموا في تلك الفترة في الستينات تحديدا إلى حزب البعث شعار جيد لكن تعال على أرض الواقع راح تشوف أن البعث الذي ترأسه يعني بعدين سيطر عليه صدام حسين وهي النسخة البعثية اللي أرادها ميشيل عفلاق في داخل العراق ودعمها هي التي مزقت القضية الفلسطينية هو التدولة مثل الكويت دولة عربية ردت تمحيها من الوجود شنون الفلسطين وطريق الوحدة شنون الوحدة طريق إلى فلسطين تمزقت الدول خليت الدول العربية منقسمة عندما شن صدام الحرب على الجمهورية الإسلامية أيضا اختلف العرب بينهم نعم الكثير الكثير من الدول العربية وقفوا إلى جانبه لأسباب طائفية وأيضا لكي ينفذوا إرادة المستعمر الأجنبي لأن معظم الزعماء هم يتحركون أدوات بيد المستعمر الأجنبي بس هناك دول عربية عارضت هذه الحرب ولم يحصل الإجماع العربي ضد الجمهورية الإسلامية سوريا وقفت ضد الحرب ودعمت إيران ليبيا وقفت ضد الحرب ودعمت إيران عمان لم تؤيد نظام صدام في تلك الحرب الجزائر لم تؤيد نظام صدام في تلك الحرب حتى كانت الجزائر تريد أن توقف تلك الحرب المجنونة وصدام حسين قتل وزير خارجية الجزائر بإسقاط طائرته طائرته هذا والله كي يستعيد العراق دوره لا ما نريد العراق يستعيد دوره ما نريد العراق أن يقوم بدور إيجابي مهم جدا في حل أزمات المنطقة في تخفيف التوتر بين الدول ليلعب هذا الدور لأن هذا ينعكس على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وأيضا يحقق الأمن والاستقرار في العراق ويشجع ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة هسا أنا أتحدث عن هذا الموضوع ليس فقط عن دول الخليج العربية لا لا حتى فيما يتعلق بالأردن يعني قبل أيام قاب السيد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني بزيارة سريعة إلى الأردن كثرة حولها الكثير من اللغطي خاصة فيما يتعلق بمشروع الشام الجديد هذه الثلاثية التي تربط العراق بالأردن ومصر وما خلفها من أهداف في موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني تختبئ مثل هذه الأهداف أقول أيضا يعني العراق يعني يجب على الحكومة السيد محمد الشيع السوداني أن تكون شفافة أكثر توضيح الأمور فيما يتعلق بهذه الزيارة نعم قيل أن الزيارة تستهدف إلى بحث موضوع إعادة الأموال التي سرقت ونهبت من قبل بعض الفاسدين ونقلت إلى الأردن أنا أضيف إلى هذه القضية بريطانيا يعني بإمكان أيضا السيد محمد الشيع السوداني أن يأتي إلى بريطانيا ويبحث هذا الموضوع لأن هناك في بريطانيا طريقة خطيرة في سرقة الأموال العراقية البريطانيون البنوك البريطانية ما تسألك كثير عن الأموال التي تدخلها إلى داخل بريطانيا بس بعدين يسألوك عن الأموال التي تخرجها يقول لك أنت جيب 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 أو هؤلاء أموال موجودة سرقت في البنوك التي تقوم ومتخصصة في غسيل الأموال في بعض دول مجلس التعاون الخليجي من هنا أيضا يتعين على السيد محمد الشيع السوداني أن يجري اتصالات جيدة مع هذه الدول وقوية ويتحدث بكل صراحة عن موضوع الأموال لكن في نفس الوقت عليه أن لا يقع في فخ هذه الدول التي تريد دائما أن تجعل علاقاتها مع العراق منوطة أو رهن بأن يدير العراق ضغره للجمهورية الإسلامية الكثير من هذه الدول تتحدث عللا عن هذا الموضوع ومثال واضح هو المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية تتدخل بشكل كبير في الشؤون العراقية تتدخل بشأن كبير الآن في الشؤون الإيرانية تدعم هذه الاضطرابات بشكل واضح وصريح أنشأت قنوات باللغة الفارسية وباللغات الأخرى في داخل الجمهورية الإسلامية تدعو إلى تفكيك إيران فمن الطبيعي جدا أن يقوم العراق لمصلحته كما أقول لأن العراق سيتفكك إذا تم تفكيك إيران لا سمح الله من مصلحته أن يقوم على الأقل تخفيف التوتر بين السعودية والجمهورية الإسلامية ولكن ليس للأهداف السابقة التي كان يريدها السيد مصطفى الكاظمي الذي كان يريد أن دائما يسوق نفسه ويسوقوهم السعوديين والأمريكان والغربيين باقي الغربيين على أنه هو حمامة سلام وهو مفيد لاستقرار العراق وهذا الرجل إذا بقي إحنا نتعامل معكم ويستمر التعامل الغربي الإقليمي مع العراق لا لا يجب أن يكون واضحا أن العراق دولة مستقلة وأن السيد محمد الشياع السوداني يجعل مصالح العراق دائما على السقف الأولوية ويقوم بتخفيف حدة التوتر بين إيران والسعودية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أيضا لماذا مثلا الحلال فقط على قطر وحلال فقط على سلطنة عمان أن يقوم بهذا الدور وهما يفعلان ذلك بشكل لافد العراق أيضا بإمكانه أن يلعب هذه المبادرة لأسباب كثيرة وحدة منهم على الأقل الآن على الأقل هذه الحكومة هي لن تصبح بهذا الشكل بوجود السيد محمد الشياع السوداني بوجود الإطار التنسيقي لن تصبح عدوة لإيران كما كانوا يريدون فيمكن أن نستثمر مثل هذا الأمر ونخفف في التوتر في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة خاصة ما يتعلق بالموضوع النووي وموضوعات خلاف أخرى كثيرة بين الطرفين الكيان الصهيوني دائما يراهن على العكس نحن حتى نجهل مثل هذه المراهنات علينا أن نتحرك نحو إزالة وتخفيف حدة التوترات في العلاقات الإقليمية والدولية لصالح العراق نحو إزالة يا مانتا